سير فلن عالية طلعت ودي سيمة عالية النهاردة هنتكلم عن الكتاب ده وما تقلقوش انا مش هحول من ريفيوهات السينما لرفيوهات الكتب لكن في ناس كتير بتسجيلي في الانبوكس تسألني رشحنا كتب عاديين نقراها في السينما اسوأ من محب السينما ومتضوقيها او حتى من الناس عادي تقدم في معهد السينما فعبين يقروا قبل ما يقدموا النهاردة هنتكلم عن الكتاب دوت وفي حلقات جاية ممكن نتكلم عن كتب تانية من الكتب الموجودة في المكتبة دي ممكن ده كمان يشجعني ان انا اقراها كلها ويشجعكم ان انتم اقراها اتو كمان مبدئيا لو انت حابب تعمل مكتبة سينماية تروح فين كتب السينما ممكن تلاقيها في اماكن معينة متوفرة باسعار رخيصة جدا على رأسها المركز القومي للترجمة عندهم مكتبة سرية جدا سينمايا واسعارها معقولة ولو انت معاك كان نيه انك طالب او باحث بتاخد خصم 50% كمان عندك كمان الهيئة العامة للكتاب فيها مجموعة كتب عن السينما كويسة جدا وباسعارها معقولة وفيه في معارض الكتاب كل سنة بيجي مكتبات من سوريا فيها مجموعة الفن السابع مجموعة الفن السابع دي مجموعة ممتازة جدا في السينما فيها كتب ممكن ما نشوفهاش هنا في مصر موجودة كل سنة في المعرض وباسعار معقولة مش سيئة جدا ولا مرتفعة كالمعتاب كتاب النهاردة هو كتاب افلام المخرجات في السينما العربية للاستان الاستاذ سامير فريد هو اصدار دار الهلال انا جبته من منفذ الدار قريب من سيئة زينب وسعره 12 جنيه ممكن نقسم كتاب ده الجزئين الجزئ الاولاني هو دراسة عاملها استاذ سامير فريد عن حال المخرجات المصريات والعربيات في السينما العربية والمصرية والجزئ التاني هو مقالات كتبها عن الفلام المخرجات دول المقالات هو كان كتبها وقت عرض الافلام فهي موجودة قبل كده المقدمة والدراسة فيها حاجات هو كان كتبها عشان الكتاب ده وفيه حاجات هو كمان كان كتبها قبل كده انا شايفة ان الجزء بتاع الدراسة جزء مهم جدا 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 على قد ما المقالات حلوة على قد ما الدراسة دي مهمة جدا انا زي ما قلتها هو مهم جدا وكمان مسلي وممتج جدا احنا بنشوف شكل السينما المصرية في بدايتها بنشوف انها بدأت على اكتاف سيدات اربعة منهم اللي عملوا كمان بافلام كمخرجات السينما كان فيها عناصر نسائية كبيرة جدا في فترة الاولانية بتاعتها في مصر لانها كانت سينما هواء بعد كده لما السينما بقيت سينما صناعة كبيرة و بنى استوديو مصر طلعت حر السينما تحاولت انها تكون ذكرية تماما وبعد كده ما شوف ناريش مخرجات لغاية التمانينات مع عادر فنانا مجدى لما عملت فيلم سلسة وستين استاذ سامير فريد ما كانش بس بيعرض الحقائق دي هو كمان كان بيحللها وكان بيعمل ربط بين الحقائق الاجتماعية والتاريخية والاقتصادية في الفترة ونرأيجها واثرها على السينما وهنشوف ده بيتكرر كمان في السينما العربية كمان كان عامل جزء خاص انه هو بيشوف شكل المرأة في أفلام المرأة في الوقت دوت وشكل المرأة في الأفلام اللي أخرجتهم من الرجال في الوقت دا بيعمل بعد كده بانونراما في شكل السينما العربية والمصرية من اول بدايتها conc�� لغاية فترة اللي كتب فيها الكتاب وأهم من المخليجات الموجودين في السينما بعد كده بيبدأ الجزء التاني وهي المقالات الفنية والتحليلية لبعض أفلام المخليجات المصليات والعربيات المقالات دي بنته وقتها بمعنى ان الاستاذ سامير كان بيكتبها بعد مشاهدة الافلام فروضها الاولى مباشرة كان بيقدمها وبيحللها بصورة واضحة وصريحة ما بيتعطفش مع المخرجات لان هما مخرجات وحيث مخرجات المصريات والعربيات سيئ جدا لكن كان بيقدمها كفن سينمائي عشان كده ممكن نشوف ان هو كان بيعرض الحلق اللي حوالين الفيلم وبيعرض وجهة نظره في عمل المخرج في كله وبيعرض كمان رأيه في الفيلم اللي بيتكلم عنه تجربة قراءة المقالات عن المخرجات المصريات والعربيات كانت ممتعة جدا ان كان فيه افلام انا بقرأ عنها ومجرد ما بخلصها فبقى عايزة اففرج على الفيلم نفسه لو انا ما شفتوهش فيه افلام طبعا كنت بلاقيها وافلام ما بلاقيهاش لان احنا عندنا مشكلة لان فيه افلام تقى موجودة على اليوتيوب ولا موجودة بطريقة شرعية وبالتالي هي مش موجودة اساسا كتاب ده مهم الكتاب ده مهم لأي حد من محب السينما المصري والعربية اولا عشان هيبقى فيه الدراسة الاوانية اللي بتورينا بانوراما لحالة المخرجات العربيات والمصريات ثانيا عشان المقالات المهمة جدا نلجوه اولا فيها مقالات عن افلام احنا ما شفناهاش واحتمال كبير ما نشوفهاش طب ما احنا عايشين ثانيا علشان خاطر اي حد عايز يبقى ناقد او هو اثنان ناقد لازم يطلع على اعمال واحد من اهم النقاد المصريين على اطلاق الاستاذ سامير فريد استاذ سامير فريد في اغلب المقالات هنلاقيه مش بس بيتكلم عن الفيلم اللي شافه هو كمان بيتكلم عن الاعمال السابقة لنفس المخرج بيتكلم عن اللغة السينمائية لنفس المخرج او المخرجة وبيتكلم على الفيلم داخل منظومة المخرج نفسه ولغته السينمائية كمان وكمان كان بيتكلم عن المخرجة دي ضمن مجتمعها في مخرجات عربيات احنا بنشوف ان دي تجارب اولى ليهم وبكرة ان هي تجربة اولى ده شيء مهم ان احنا نعرفه حم نتفرج على الفيلم ده لان التجربة الاولى اكيب بتختلف عن التجربة اللي بعد كده لما المخرجة او المخرج يكتسب خبره اكبر في نهاية الفيديو القصير دوت اللي اتمنى يكون مفيد الكتاب دوت كتاب ممتع ومسلي ومفيد ومتوافر دلوقتي ودي حاجة ندرة جدا لان للاسف كتب السينما باللغة العربية غالبا بتطبع طبعات قليلة وبعدين بتختفي اللي اشترى اشترى واللي ما اشترى اشترى هراس مرويش نصيب وفيه منها كما متبقاش متواجدة بدي اف يعني حتى متعة القرصنة مش هتلاقيها فعشان كده لو انت عايز الكتاب دوت روح الحق قبل ما يخلص وكده خلصت حلقة النهاردة اتمنى تكون ممتعة بالنسبة لكم زي ما كانت ممتعة بالنسبة لي والكتاب نفسه كان ممتع جدا لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وما تنسوش تسيبوا في الكومنتات رأيكم في فكرة ان انا اعمل ريفيوهات للكتب سينمائي